إن شاء الله نحض مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثالثة الرابعة من الوحدة الرابعة للصف الثالثة الأعدادي من كتاب جيم عندنا هنا صفحة 192 بيقول ريد اقرأ and complete وأكمل that is honest with words باستخدام الكلمات from the following لإسمنا القيمة التالية جاب لي هنا بعض الكلمات هنوظفها داخل النقاط في الفقرة اللي عندنا عندنا هنا train يعني يتدرب أو يدرب أو كتار try يعني يحاول أو يجرب have done have والتصريف الثالث am done كده في المدارع يعني ده مدارع تام وده مدارع مستمر فعل يعني سقطة competition اللي هي المنافسة أو المسابقة تعالوا كده نشوف هنختار ايه هنا بيقول لي I like gymnastics very much انا بحب ايه لعبة او رياضة الجمباس كتير جدا I know gymnastics for about three years عايز اقول هنا انا بمارس او بلعب لعبة الجمباس ديت لمدة او لعبتها لمدة كام ثلاث سنوات انا عندي هنا for وبعدها ادى الفترة الزمنية زمني مضارع تام يبقى I have done يعني انا مارس اللعبة دي لمدة كام ثلاث سنوات حوالي ثلاث سنوات يبقى I have done I have بعد التصرف الثالث done I know at home fridays fridays اللي هي ايام الجمعة انا بلعب او بتدرب عليها ايام الجمعة يبقى I A طبعا دي ايام الجمعة ديت من زمن المضارع البسيط المضارع البسيط مع I بتهد الفعل في ايه في المصدر يبقى I A I train I train انا بمارسها وبتدرب عليها ايام الايه ايام الجمعة a few months ago يعني منذ شهور قليلة كده بقى زمني ماضي بسيط my coach المدرب بتاعي asking me طلب مني to enter a طلب مني enter يعني يدخل ان انا ادخل ايه طبعا هيطلب مني ان انا ادخل المنافسة او المسابقة competition المسابقة طلب مني ادخل الايه المسابقة unlikely will sue الحظ I couldn't practice with انا practice with يعني ايه practice with انا مقدرت شنانة practice with يعني يشارك مقدرت شنانة شارك ليه بقى I know I down while I was practicing at home وانا كده بتدرب او بمارس الرياضة او اللعبة دي في البيت انا ايه I fill down انا ايه انا وقعت I fill down يعني سقطت كده بوقات وانا بمارس اللعبة دي في البيت يعني هي طالما اصيبت مش هقدر ان هي ايه participate ان هي تشارك في ايه competition المنافسة بعد كده بيقول read the following اقرأ التالي هنقرأ ونبدأ ان احنا نجاوب على الايه الاسئلة جيب لي هنا الفقرة نقرأها مع بعض last friday يوم الجمعة الماضي اسلام ان وليد who lived in a village in alexandria اسلام وليد اللي هم عايشين في قرية في الاسكندرية when finished fishing يعني ازهب والاستيد on a small boat في قارب صغير the weather الطاقس والساني كان مشمس ان ورم ودافئ they were very happy كانوا سعداء جدا because they were a lot of fish لان كان في سمك كتير suddenly فجأة storm blue blue يعني هبت العاصفة كده هبت the waves الامواج where very high كانت عالية جدا there put the carib بتاعهم sank غري and they lost the fish they could وهم خسروا وضعوا منهم السمك اللي هم مصطدوا اسلام couldn't swim اسلام ما مقدرش ان هو يعوم he asked to leave him طلب من وليد ان هو يتركه ويغدره and go with them but he refused that or to let his friend لكن هو طرق او هو رفض ان هو يترك ايه يترك صديقه drone drone يعني ايه يغرق مرضيش ان هو يسيب صديقه يغرق وحاول ان هو ينقذه وليد كارت اسلام وليد حمل اسلام and swam to an island وعام كده لحد ما وصل لجزيرة there was no one there ما كانش فيه حد هناك there were very hungry and tired كانوا جعانين وكانوا متعبين جدا luckily والحصن الحظ there were bananas and this كان فيه مزوبلة حتو اتلياكلوه their families were very warm العائلات بتاعتهم كانت قلق جدا عليهم at night وليلا they felt cold شعره بالبرد so لذلك they made a shelter from trees يعني اتخذ كده من الاشجار تكون مأواليهم يعني اداروا كده ورا الاشجار for two days لمدة يومين they went to the sea shore راحوا كده للشاطئ waiting for any help كانوا منتظرين اي مساعدة on the third day في اليوم الثالث they saw a ship شافوا السفينة they waved to it شاوروا لها sellers البحرين could save them قدروا ان هما ينقذوهم they were very happy كانوا سعداء جدا and decided not to go sailing alone again وكرروا ان هما ميروحوش للبحار مرة تانية لوحدهم الصور رقم واحدنا بيقول لي ايه what's the text mainly about اساسا النص ده بيتكلم عن ايه strange trip يعني رحلة غريبة ولا sea animals اللي هي الحيوانات البحرية ولا scuba diving بتكلم عن الغطس ولا peaceful picnic يعني نوزها ايه امنة او هادئة امنة او هادئة امنة طبعا بتكلمنا عن ايه رحلة غريبة كانت في البداية التقصي جميل وبعد كده للجو فيه عواصف وبدأ يقول انه اليوم يقلب خالص ويتغير خالص يبقى strange trip رحلة ايه غريبة رقم اتنين بيقول لي هنا ايه what does the underline word sea shore mean مين يعني ايه يقصد بها ايه او تعني ايه معناها ايه كلمة sea shore pull اللي هو حمام السباحة ولو في شاور او يلوح او موجة beach اللي هو الشاطئ والايلاند اللي هي الجزيرة طبعا دي معناها ايه تبعناها sea shore هي ايه beach الشاطئ عندنا هنا رقم ثلاثة بيقول which of the fallen best describes the boys feeling on the island ايه هو او ايه من التالي او من الاختيارات التالية بيكون هو افضل الاوصاف الاوصاف او افضل وصف للشعور بتاع الاولاد وهم على الجزيرة كانوا حاسين بيه وهم على الجزيرة calm اللي هو هادئ relaxed يعني مسترخي او مستريح shy خجول والله طايرد متعب طبعا كانوا متعبين وايه وجائعين يبقى طايرد رقم هنا السؤال رقم اربعة بيقول لي ايه do you think وليد is a brave boy تعتقد ان وليد ده ولد شجاع قول لي لو قلت ايها تقول لي ولو قلت لا تقول لي بيقول لي يعني لماذا طبعا هو ولد شجاع لان هو ما رفض ان هو يترك ايه صديقه هنقول يس نعم نعم ايه السبب بقى because لانه لان هو رفض يترك ايه صديقه because يعني لانه he he هو refused يعني ايه رفض to leave رفض ان يترك ايه his friend رفض ان هو يترك ايه صديقه بعد كده عندي استوى الرقم خمسة بيقول لي هنا what did they decide not to do again ايه اللي هما كرروا ان هما مش هيعملوهم مرة ايه مرة اخرى كرروا ما عملوش ايه مرة تانية طبعا اكتبس الاجابة هنا هشوفوش مكان هنقول لي طبعا كرروا ان هما ما يروحوش للابحار لوحدهم مرة تانية يبقى they they يعني هم decided decided يعني هما ايه هما ايه هما ايه كرروا not to go to or not to go sailing not to go sailing اللي هما مش هيروحوا او هيذهبوا للابحار الون يعني لوحدهم again مرة اخرى مش هيروحوا للابحار مرة تانية لوحدهم استوى الرقم 6 بيقول لي هنا how do you think their parents feel after they returned home عايز يقول لي هنا تعتقد بقى اباؤهم شعروا بايه لما رجعوا للبيت again مرة ايه مرة تانية وراحوا للبيت وروحوا لبيتهم مرة تانية طبعا نحسوا باستعادة يبقى اقول هنا i انا think انا ايه انا اعتقد their parents ان والديهم their parents اعتقد ان والديهم where very happy كانوا سعداء جدا where يعني كانوا very very happy سعداء جدا بسبب ان هما اولادهم رجعوا للبيت بعد كده هنا صفحة مية تانية وتسعين والسؤال خاص بالاختيارات السؤال رقم واحد it was a dream ده كان ايه ده كان حلم as i was asleep لان انا كنت ايه asleep انا كنت ايه نايم تمام the antonym of asleep الانتنم اللي هو المضاد المضاد من كلمة نائم عايزة بقى شخص نائم عكسه ايه او مضاد نائم ايه fast يعني سريع awake يعني مستايكز او ياكز special خاص ومميز يجول عادي يبقى شخص نائم يبقى التانية ايه awake مستايكز رقم اتنين to form the adjective of noise عشان ان احنا هنشكل ونكون ونجيب الادجكتف الصفة من كلمة noise add the suffix هنضيف الايه هنضيف اللاحقة هنضيف حروف ايه في الاخر ال-y ولا-ness ولا-er ولا-ive ايه طبعا عشان تبقى noisy noisy الايه عشان نجيب منها الصفة هتبقى الضوضاء او الازعاج او مزعج هنا تبقى noisy يعني ايه يعني مزعج رقم ثلاثة تلاتة تونو اطمين زي معناها to walk or drive ان انت تمشي او تسوق كده السيارة behind يعني خلفه صمن شخص ما in the same direction في نفس الاتجاه تمشي ورا واحد او تسوق ورا منه السيارة في نفس الاتجاه زي ما هو ماشي تمشي وراه يبقى انت كده بتعمل ايه join ينضم او يلطحك ولا follow يتبع او يتتبع هذا الشخص dream يعني حلم او يحلم ولا كده بقى يعني يعتني به او يهتم به ماشي ورا حد يبقى انت بتتتبعه ويبقى to follow يتتبع رقم اربع he has had hearing problems هو كان عنده مشكلات في الايه عنده مشكلات في السماء all his life طول حياته so لذلك he started to learn بدأ ان هو يتعلم نقطة language بدأ يتعلم لغة ايه symbol اللي هو الرمز sign اللي هي لافتة او الاشارة و signal برضو اللي هي الايه الاشارة air اللي هي الاذن طبعا بدأ يتعلم لغة الاشارة لغة الاشارة اسمها sign language لغة الايه لغة الاشارة رقم خمسة بيقولي هنا when he walked for too long يعني لما مشي كده لفترة طويلة او لمسافة طويلة and didn't find his way هو مقدرش يلاقي الطريق بتاعه ما عارفش الطريق اللي هو رايح له فين he thought he was هو اعتقد بقى ان هو ايه lost ان هو كان تائه ولا amazing ولا كان اه اه مدهش ولا awake يعني يقز او مستيقز ولا strange يعني غريب وهو ماشي كده لفترة طويلة وما يعرفش يوصل او يلاقي المكان اللي هو عايزه او الطريق اللي هو عايزه هو حس ان هو ايه was lost يعني تائه او مفقود رقم ستة she is writing about two her first novel اللي اول رواية عندها كتبت لها ايه sequel اللي هي الخاتمة بتاعتها بتختتم الرواية بتاعتها ولا notebook الكراسة poster ملصق او منشور ticket التذكرة طبعا كتبت الخاتمة والنهاية بتاعت ايه her first novel اول رواية ليه هيبقى sequel بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ والسؤال رقم واحد بيقول هنا ياسر be abroad for two years عايز يقول هنا سافر للخارج لمدة سنتين now والان he lives in character دلوقتي بيعيش في القاهرة انا عندي for هنا مضارع تام يبقى ياسر بياخد مع ايه طبعا الفعل بتاعها مفرد ياخد مع هاس والتصريف التالت من بي وهو بين has been رقم اتنين the last time يعني اخر مرة she traveled was five months ago عندي ago منذ من الكلمات الدلة على الماضي البسيط بيسبقها فترة زمنية مع اي فعل التصريف التاني للفعل التصريف التاني من travel traveled رقم ثلاثة اي لوز ماي كيس انا ضعت مني او ضيعت المفاتيح بتاعتي can you help me look for them ممكن تساعدني look for يعني ابحث عن ممكن تساعدني ان انا ابحث عن المفاتيح بتاعتي ده يعطي مفاتيح ممكن تساعدني ان انا ابحث عليها او ادور عليها يبقى اي 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 بتاخد معها have والتصريف التالت يبقى اي بتاخد معها have والتصريف التالت من lose lost يعني ضيعت او فقدت مفاتيحا اربع i know my grandmother for a few years انا عرفت جدتي من سنوات قليلة او لمدة سنوات قليلة she died when i was eight هي ضيعت يعني ماتة ماتت وانا عندي ثمان سنوات جمليتي اصلا ماضي بسيطة اي 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 نيو انا عرفت جدتي لفترة لفترة بسيطة او لسنوات قليلة رقم خمسة i visit paris three times ثلاث مرات روح تبارس ثلاث مرات تمام يبقى انا هنا اي بتاخد معها ايه اي بتاخد معها have have وبعد كده التصريف التالت من visit visited يعني ايه انا زرت عايز نكتب عن short story قصة قصيرة you have read انت قرتها وده اصلا متجاوب عندي فيه الكتاب وكمان ان شاء الله عدي منكم اهم البارغرافات الهمة والمتوقع لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترمي الاول ترجمة نانسي قنقر